هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير داعيا الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر وأكد الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطلات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات وأضف الرئيس السيسي أن هذه الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا أرواحهم لتقليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدماءهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب وهو ما طلب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير